إن زيارة المدير العام للجمارك عثمان إبراهيم جمعة إلى مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحة تهدف إلى التعرف على كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه المكتب الولائي للجمارك وكذلك الفاعلين الاقتصاديين وإيجاد الحلول اللازمة لها وفي هذا الاجتماع الذي حضره المدير العام للجمارك إلى جانب حاكم ولاية البطحة أحمد قوكني مورالي ومندوب المالية والميزانية بالولاية طرح ممثل الفاعلين الاقتصاديين إلى المدير العام للجمارك الوضع الجماركي والعلاقة بين الجمارك والتجار وباسم التجار طالب نائب رئيس الغرفة التجارية بالبطحة من المدير العام للجمارك تخفيض الرسوم الجماركية على رؤوس الماشية بنسبة عشرة في المئة طلب صادق عليه على الفور المدير العام للجمارك وأعلن تخفيضا بنسبة عشرة في المئة على رؤوس الماشية كما قدم عثمان إبراهيم جمعة توجيهات عدة إلى مسؤولية الجمارك والتجارة الأوپراتير الإيقونوميك هم بس يجيبوا الرسات للدولة أولاً بأولاً ثم ثانياً هم يجيبوا المعاش للشعب لذا لا يجب أن نعننا كرسماً سابنا نجمارك وإنتم كالتجار نقود أن نأخشوا ما هو السوبات الجائرين ونجدوا هلول من الوين حاكم ولاية البطهاء الجنرال أحمد جوكوني مورالي في مداخلته طلب من الفاعلين الاقتصاديين عدم خرق القوانين المنظمة للعمل التجاري والتخلي عن الرشوة والتهريب لأن التهريب وفقا له يضره باقتصاد البلاد